اهلا بحضراتكم الجديد ما تخافش على الاهل الطول ما الاهلي فعلا عنده هذا الالتزام الوطني الكبير بقضايا بلده وفي التماس مع وطنه في كل قضاياه الخارجية والتعبير الصادق عن حق الاشقاء بجد وكمان النهاردة كان فيه رفض للمحكمة الرياضية الدولية وده للناس اللي بتتكلم هو إيه اللي بين الاهل وبيرامدز أو البعض اللي بيشوف انه مفيش قزمة حقيقية بين الاهل وبيرامدز بيرامدز يا جماعة مشاركة الاهل في دور الأبطال السنة اللي فاتت النسخة اللي الاهل فاز بيها الاهلي كان مع نهاية الدور الأولاني هو تاني الدوري لايحة الاتحاد المصري إنه لو الدورة هيمتد للمدى اللي ما بعد الموعد اللي الكاف حدده لتسمية الأندية المشاركة خارجيا حياخد بنتائج الدور الأول فيوتشار ستافر شارك في الكونفدرالية مع بيرامدز بموجب هذه اللايحة والاهل شارك في دور الأبطال بموجب هذه اللايحة الزمالك الأول والأهل التاني بيرامدز ما وفقش إنه يلعب في الكونفدرالية والأهل بالذات يلعب في دور الأبطال ده بس للناس اللي بتسأل للحاسسية جاية منين فبعتوا جواب لربطة الأندية ربطة الأندية ردت عليهم وقلت لهم والله الكلام عند اتحاد الكورة لأن اتحاد الكورة هو الطرف اللي مشرف على المشاركات الخارجية وهو الطرف المسؤول تحاد الكورة أمراض دعليهم باللايحة اللي تحطت واللي أعلنت قبل الدور ما يبدأ قولوا هم أعلموا بيها ووافقوا عليها وهم شأن التمنتاشر نادي اللي في الدوري أعلن بيها ووافق عليها وشارك على أساسها بس لا إزاي الأهلي سكتوا؟ لا شاكوى لوزارة الشباب والرياضة وشاكوى لللجنة الأولمبية الوزارة تسأل للتحاد الالتحاد يرد باللايحة اللجنة الأولمبية تسأل يا جماعة شوفوا بيرامد الزعلان يردوا باللايحة مواخدين بعضهم برضو وبدأ التحرك الخارجي راحوا راحين للاتحاد الأفريقي الحق امنع الأهل ليه مش من حقه لأن احنا كذا واهدر حقنا والكلام الكتير اللي تقالفوا مذاكرة طويلة عريضة للاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي يرد للاتحاد المصري فلا اللايحة موجودة والأطراف اخترت بيها قبل الدور ما يبدأ فبالتالي مفيش سبب للشكوى نروح للمحكمة الرياضية المصرية تروح المحكمة ترفض هذا الأمر استنادا إلى الموقف اللي في الاتحاد المصري اللايحة الواضحة يسكتوا؟ لا يعني اتحركت محلي اتحركت اولمبي اتحركت مع الوزارة وبعدين خرجت رحت للاتحاد الأفريقي وروحت للمحكمة المصرية ثم عمل تدويل للقضية راح رايح للمحكمة الرياضية للمحكمة الكاس الدولية الرياضية الدولية طبعا البطولة انتهت ولقى لخد اللقب وبيرامنز شارك في الكونفدرالية وخرج لكن الطلب انه لو حتى هيوصل للأمر تجريد الأهل من لقبه باعتبار انه فاز بما لم يكن من حق المشاركة فيه بصوا التعقب والملاحقة لغاية فين في نقطة هنا يا سيد زبرهيم طب مش فيه تناقض في الحتة دي انت وانت بتشتيكي بتشترك في الكونفدرالية بتنافذ القرار بتنافذ القرار يعني انت نفسك مقتنع هو سيد زبرهيم ناسأل سؤال ما كانش لسه الترتيب في بداية الموسم اتعارض في منتصف الموسم وفي ظل مؤجلات كتيرة ما كانش حد عارف النادي حيخلص اول ولا تاني ولا تالت قالوا حنشوف نتائج الدور الاول انت وانت بعد ما طبقت اللائحة واطمئنيت انك حتشارك في دوري الابطال من تأخر السنة خدت قرار قبل نهاية الموسم بمجموعة من الاسابيع انك تدي راحات وتطلع راحات وتعمل اذا لو انت بقى كنت لسه الامر معلق ما كنتش هتاخد هذا القرار اطلاق كنت هتكمل تكون حريصة وقت تاني يعني برضو لازم الناس تفهم ما انت التالت نتيجة ان الاهلي خلاص عايز يخرج بقى اي بدأ مش البطل مش فارق معايا غير نبقى التاني عشان الابطال اما وانني قد شارك بموجة باللايحة اللي كلنا متبلغين عليها ايه التاني زي التالت انا رايح في ريك الترجل بتاعي تحقق انا التاني زي التالت اريح لكن انت بقى خدتها وصدقت نفسك وبدأت التصعيد طيب نهاية التصعيد يا جماعة انه بعد كل الملف على كل الاطراف والجهات بيتهم ان الاهلي اتجامل او خد ما ليس هو حقه ان المحكمة الرياضية الدولية هتشوفوا الجواب بتاعها هو رفض طلب نادي بيرامدز لانه لا يستند على اي واقع قانوني ولا سند حقيقي له وان مشاركة الاهلي في دور الابطال تم وفق صحيح اللواياح المصرية المنظمة للبطولة يعني حتى المحكمة الرياضية الدولية النهاردة بترفض هذا الطلب من بيرامدز وتنصف حق الاهلي في المشاركة لانها استندت على لايحة واللايحة موجودة ونظام المسابقة موجود واللايحة موجودة واللايحة موجودة ومش منع على طلبه ده هو لايحة حطط واللايحة مقن انه حيشارك بقى قبل نهاية الدوري قدرك انه ابتعد عن بما شابهت هذا الموسم من شوائب ابتعد عن اللقب انه ياخد البطولة فالك استفيد على الاهلي لايح لعبتي والعب بالنشئيين وشوفنا الكلام ده كلنا يتحقق وانت نفست وشاركت في الكونفدرلية ومكملتش يعني يعني حتى الاهلي يكمل واخد البطولة وتتكمل في الكونفدرلية وتخرج وتقول بس الاهلي مش من حق ما كانش الاهلي ييجي اصلا يعني خلين على فكرة يا جماعة حتى الان هذا الشرط موجود في شروط المسابقة يعني حتى الدور اللي تلعب منه ستة اسابيع في هذا الشرط انه يا جماعة لو في اي وقت المسابقة متدت المسابقة المصرية امتدت لما بعد المعادل للاتحاد الافريقي بيطلب فيه تحديد الاسماء المشاركة خارجيا حناخد نتائج الدور الاول لانه اصلا فيها اقوال كتيرة تاخد الدور الاول ولا تاخد لغاية لما وقفت وبعدين لما تيجي تاخد لغاية لما وقفت عند الطلب ما بتبقاش المسألة تمت لانه في مؤجلات والمسابقة لسه ما خلصتش فوجود مؤجلات لبعض الفرق ده يهز الموضوعية في حدة معيار التقييم يعني انا طلع الرابع بس ثلاث مؤجلين طب لو لعبتهم ممكن اطلع الاول يقول لي لا ممكن ما تطلعش بس في النهاية المعيار مش موضوعي ايه المعيار الموضوعي ان الدور الاولاني كل الاندية لعبة بتقد بعضها فده اللي يمكن الاستاذ قد يكون قد يكون الاهلي موجود يستفيد من هذا المعيار لو تم الاخذ بيه اضطراريا وقد لا يكون الاهل الزمالك بيرامز فيوتشار زد غيره كل الاطراف انت بتكلم قبل الموسم ما يبدأ فلما يبقى هذا البند موجود في شروط المسابعة قبل الدور ما يبدأ ما اعتقدش انه يبقى فيه حد يتكلم ان فيه حد تجامل استاذ ابراهيم هم كانوا عايزين ايه نحتاخد النتائج في لحظة ارسال القواء اه وزا ما انت قلت فيه فرق حتوبة لعبة اكتر من فرق وفيه فرق حتوبة ما لعبتش فرق معينة بالضبط فالمعيار الدور التاني مش حيبها معيار صادق طب هو ليه خد بمعيار الدور الاول لان كل الفرق لعبت مع بعض وعالاقل انا خدت بمعيار اقرب الى المصداقية ورغم هذا احنا لا نناقش موضعية المعيار نناقش ان ده كان معلن قبل تطبيقه وان الانديه وفت عليه وما كانش ساعتها بيرمد في مجال المنافسة عشان يقول انا فهو لما فوق هو دي بقى نفس المشكلة انت بعد الحدث عايز تخلق المعيار اللي تستفيد منه مش المعيار اللي المسؤولين حطوه زي لغب القرن زي مش عارف في معايير طبقت واعلنت بيها وما زالت تنافر والناس بتجادل فيها انت النهاردة نفس الشيء الدور الاول كنت بقى لو انت مش عاجبك من قبل ما تعرف موقفك ايه مش تفصل المعيار اللي فيه دك بعد الحدث كنت تقول لا ده مش عاجبني وتعترض ما حصلش في كل الاحوال استاذ ابراهيم احنا مش بنقول من باب ان احنا يعني نمسك البعض على الواحدة احنا بنقول يا جماعة من فضلكم مش عايزين شخصانة القضايا خلوا الدنيا تمشي بسهولة شوية بس طيب هتفضل كده على المحاك الحساس علاقة الاهل وبالحادث لحد ما ربنا يهدي وحد رجع الامور الى طبيعة الرياضة انك تشعر ان انت زيك زي بقيت الاندية كلها تخش في علاقات طبيعية ما تبقاش يعني يواخد موقف العداء من من البداية كده بالطريقة دي ليه؟ ليه يعني ما انت كنت ابتديت بمكاسب كنا نرى ان انت بتكسب بالتحكيم وطلعنا الحالات اللي لو طبقت ضربات الجزاء والاجوان اللي تلاغته ما كانش النادي الاهل الحكام الأكروات والحاجات اللي واخد بالك ورغم كده ما عدناش بقى كل يوم تاني اللي قولك الكلام ده فخلاص ايه المصوق ان نفضل على هذا الا لان احيانا يبقى فيه ناس قائمين للأسف الشديد شايفين ان ده بقت مسألة خصوم شخصيا هم وانا اتحدث على القائمين التنفيذيين المصريين بقت مسألة خصوم شخصيا فيه تعليقاتهم فيه قعدتهم على الدكة فيه تصريحاتهم في ماتشات الاهلي والقبول بقى ايش ايه في ماتشات تانية هم يعني حتى لما تيجي تشوف هما بيحتاجوا على التحكيم بتاع الماتش الاخراني ها بتاع الكاس نبارك ونهنى ونعمل لكن بنحتاج على التحكيم اللهجة ما بتتقلش مع الاهلي خالصة انت من اول ثانية مش معترف ان الاهلي ده كش والامتة 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 والمجاملة واذا يعني حد استحق الاهلي مش محتاج يعني لو عايز وانا مش محتاج برضو حتى دي احنا عايزين نعيش ظروف طبيعية خلاص موضوع اللعيبة اللي انتقلت من الاهلي ده ما بقاش يخص الادارة وانت وانا ما ختمش منك ده انت اللي ختم مني يعني عشان تبقى متضايق مين انا ليه عايز تقول ان انا جاي عشان ابني مشروع ابني مشروعك بس خليك في مناخ طبيعي كلنا ملاش تجوش شخصانه ده فارجو ان الاحكام تكون قفلت القضايا لان ما فيش طائد الموضوع خلص ده احنا بنلعب كاس العالم للاندية يعني الامر الواقع تم تطبيقه والعالم كله معترف بيه لا جده من انك انت متعترفش يعني ما وعبر عن نفسك وكسبه روح بطريقة طبيعية يعني ما فيش مشكلة لو ان اتحاد الكورة اتخذ المعيار فجأة يعني لما اكتشف ان المسابقة متاهتش فرح قرر في ساعتها الاعتماد على الدور الاول لا ده اهل من بدري قبل نهاية الدور الاول اهل المعيار على فكرة ده موجود يا جماعة يعني لو جبنا شروط المسابقة بتاعت الدوري دلوقتي اللي الموسم الحالي هتليه هي هي نفس الشرط موجود في شروط السنة دي والسنة اللي فاتت من اول ما بدأت الموسم المصري يمتد شوية ويدول بدأت تنبه لكده ماذا لو استفاد بيرامد من هذا الشرط قد يستفيد هو او غيره بعد نهاية الدور الاول هاي هيبقى حيله الشرط ده هيقبله هينفزه هاي وبعد كده يتغير هذا الترتيب مع نهاية الموسم طالما ان انت بتشتغل على شيء معلن انت فاكر المشكلة اللي كان عملك كابتن صالح عشان النظام بتاع المسابقة لازم يتحدد بدري بدري ما يسيبوش كلمة اذا حدث مشكلة يتخذ القرار في حينه لانه حاس ان في حينه دي هتتتفصل تتفصل الامور طبعا وظل على موقفه السابت لحد ما الدكتور الجنزوري امر بالاجتماع بتاع 16 نادي وتحط النظام الاساسي اللي الناس كلها مشت عليه قبل بداية الموسم في حينه ليه ما تحط حاجة قابلينا واحنا كلنا قبل الموسم عارفين راسنا من رجلين ده كلام مهم جدا واعتقد هذا الحكم من المحكمة الرياضية الدولية برفض طلب برمز ودعواه يؤكد انه المسال ما كانتش محتاجة في الاول ان انت تمشي في هذا المشوار الطويل محليا وقريا وحكوميا ترجمة نانسي قنقر